المباشر هنا من مدينة قدير وفي حلقة الجديدة من برنامجكم الليلي دردشة ليليا مع الحباب اللي دائما كانت اللو من خلالها عليكم كمتتبعين ديال قناة شوف تيفي من اجل مناقشة مجموعة من مواضيع اللي نقشو معكم اللي كان حاولوا اننا انتقربوا لوجهات النظر فكما قلت لكم اخواني الكرام كان حاولوا دائما اننا نقشم مجموعة من المواضيع اللي كتستأتر بالاهتمام ديالكم بطبيعة الحال واليوم موضوعنا لهذا الليلة هو موت الفجأة وموت الغفلة يعني هاد الفواجع اللي ولت مؤخرا اللي شفنا مجموعة من الشباب مش فينا مجموعة من الناس يعني اللي غادروا الحياة بشكل مفاجئ دون سابقين دار شنو دروس اللي تعلمتو اه من خلال هاد الحوادث اللي ولت مؤخرا واللي كانت يعني مجموعة من الناس كما قلت هاد الحوادث خلاها انها تراجع يعني نفسها وتراجع يعني ربما اه سلوكة ديالها والتصرفة ديالها ودير واحد وقفة تأمل واحد المحاسبة مع ادات اه بطبيعة الحال اه نتيجة اه هاد الموت ديال الفجأة اللي اكترات في الاونة الاخيرة وفي هاد الايام فالاتصال معنا بطبيعة الحال ما عليكم سوى تركيب الرقم الاتفي التالي وصفر ستة سبعين تمانية عشرين سفر ستة تنين وتمانين وعيد الرقم الاتفي سفر ستة ستة سبعين تمانية عشرين سفر ستة اتنين وتمانين مرحبا بكم ومرحبا بالاراء دلكم بخصوص يعني اه هاد اه الفواجع والدروس اللي ممكن الانسان يعني استخلاص اه من موت الفجأة او من هاد الفواجع اللي يعني شفنا مؤخرا بانه يعني اهم دارس بانه يعني اه لكل شخص الاجل دياله بطبيعة الحال ولكل اه بداية نهاية فالكنا بطبيعة الحال اه كانت النو باننا اه سنعيش ابدا فهذا الامر اه بطبيعة الحال اه غير وارد لان الناس يعني اه اي واحد في نا كيتزاد وكيتزاد بالاجل دياله والعمر دياله كيكون محدد وبالتاليف كل من عليها فان ويبقى وجهه اه ربك دل جلالي والاكرام اه اخواني الكرام فه يعني اه السؤال متروح يعني انتما كمواطنين مغاربة بعد ما شفتوا هاد الفواجع بعد ما يعني شفتوا اه مجموعة من الناس اللي مات بشكل يعني مفاجي وبشكل يعني غير متوقع عشنو ممكن تقول لنا اه دروس اللي استفتوه شنو تبدل يعني في الحياة ديالكم يعني بعد ما اه ربما شتيشي شخص يعني كان قريب ليك او من الاسرة ديالك او او يعني احد الجيران ديالك اللي كان يعني بكامل صحاتي وبكامل يعني القوى الجسدية دياله ومات بشكل مفاجي خلا في نفسك واحد صدمة كبيرة خلا واحد الاسة واحد الحزن اه نفس ديال الاسرة دياله وايضا احتفى نفس ديالك اخي المواطن اختي الكريمة فهدشي يعني اه كيخلي الناس انها تراجع نفسها كيخلي الناس انها تتوب الى الله وتعود الى الطريق المستقيم وتعود الى اه رشدها بعد ما ربما الانسان كيكون غادس في الحياة اه كينسا بانا الموت كينا كينسا بانا واحد النهار ممكن يجي يعني اه الاجل دياله فكلنا اه ربما يعني كنكونوا كنسا وروسنا كنكونوا هايمين في الدنيا وما كنعرفوش يعني اه بحق يعني الموت بحق الاخرة حتى كنشوفوشي شخص ربما قريب لنا او بالجوار ديالنا او يعني احقاد المشاهير ليش فينا مؤخران يعني اللي مات بشكل مفاجئ ومن بعد يعني اه صراحة اه كنتصابو بنوع من الرعب نوع من الخوف نوع من اه الدنب ونوع يعني ربما الضمير ديالنا كيستفق فه يعني الاخت الكريمة كتقول خاسنا تسمحوا بنتنا اكيد الاخت الكريمة فالمسامحة يعني اه شيء اه واجب والناس يعني خاس تسامح بعدها البعض والناس يعني خاس ان كل واحد فينا اه يدير بحساب غدا في يوم غد اه يعني اه ربما الانسان يقدرين عسوا ما يفيقش هدي كلها امور واردة لذا فاي واحد خاسوا يحاسب ادت ديالو اه قبل ان يحاسب فعلا عبد الرحمن حجوب كتقول اه كي قول نعم صح هذا هذا سؤال مطرح خاسنا نرجعوا للطريق اه غير بشوية اكيد اخي الكريمة بطبعة الحال يعني خاسنا نرجعوا للطريق وخاسنا اننا يعني اه نتوبوا الى الله تعالى وبركته فهد الشي اللي خاسنا يعني اه نديرو لانا واللات يعني هد الموت ديال فجأة كترت بواحد شكل كبير بواحد شكل مرعب واحد شكل مخيفة اه كم من شخص اه انتهت حياته بشكل مفاجئ ولم يودع يعني لا الاهل ديالو لالاحباب ديالو خلا الكل مصدوم فشنو الدروس يعني اللي كتستفدو منها هاد الفواجع اشنو آه اللي تبدل في حياتكم بعد ما آه ربما شدوه من الاعلام اه المقتدر صالح الدين الغمار يعني مات بتلك الطريقة المفجعة فااااااا كما كانت قول دائما الموت واحدة والاسباب تتعدد. واه ايضا المكتب يعني ما منه اهرب. وكل واحد فينا عنده اجل محدد وسينتهي الاجل دياله عاجلا ام اجلا. مريم كتقول انا الموت ديال ابي ديالي بدلت حياتي وفي نفس الوقت صدمة لا تنسى يا رب يرحم الاب ديالك اختي مريم الله يوسى عليه فهذا النهار. وكانت منهم الله تعالى وبركة يعني انه يا ربي يرحمه ويوسى عليه ان شاء الله يرزقكم الصبر والسلوان ومرة اخرى نجدد الرحمات عليه يا رب. اه تبك يقول يا رب العالمين احسن خاتمتنا جميعا يا رب اكيد اخي الكريم الله يحسن الخاتمة ديالنا. ان شاء الله اه يا رب ان نلقى الله بما يرضي اه الله فالدنيا كما قلت فانيا ولن يدوم عليها احد فاي واحد فينا اه غادي موته بتالي فهاد هاد الموت ديال فجأة اه كتخلي اه في النفوس واحدة القشعرية واحد ايضا اه نوع من اه الرعب والخوف وايضا اه الناس خاصة تراجع نفسها الناس خاصة تدير واحدة محاسبة مع الدات فا اه كتيرا ما نجد يعني الناس اه اه غاطسين في الاخطاء غاطسين في الملدات واهواء الدنيا وينسونا بان الموت علينا حق فا كل شخص اه فهاد الدنيا يعني عنده اجهل بطبيعة الحال وسينتهي الاجهل له فا كم من اه شخص مشهور كم من شخص كان له مال الدنيا وآآ بيعطاه يعني من الملدات او من الملاهي اه ما لا يختار لك على بال فحينما جاء الاجهل له مقدرش يعني انه يرده وبالتالي ودع الدنيا بشكل مفاجئ ماذا استفدتم ماذا استفد هذا الشخص هذا هو السؤال المطروح لكل واحد يطرحه على نفسه يعني لذا آآ علينا باستيعاب الدروس علينا باستيعاب الموعدة وآآ الناس آآ تراجع نفسها اكثر لانه آآ اي واحد فينا غدا له غدا يقدر يموت في اي لحظة فا آآ هاد الشي اللي خص آآ الواحد يعرفه وبالتالي فمحاسبة سدات آآ آآ بين الفينة والاخرى امر ضروري وامر يعني يجب آآ اي واحد فينا يبقى يديرون رامرا يعرف يعني الاخطاء دياله وايضا آآ يعرف اين يسير وإلى اي هدف يمضي فتحية لك آآ آآ اخي محمد او بالله شكرا لك شكرا ايضا آآ الناس يعني اللي كي تبعوا معنا هاد الليف المباشر ومازلنا مواصلين معكم من خلال هاد الدردشة الليلي وهاد السمر الليلي فتحية لجميع وكنتمنى لكم يوم سعيد يا رب تكونوا قضيتوا بخير على خير وليلة سعيدة ف فقط غد نحاول نذكر بالرقم الاتفي اللي هو سفر ستة سبعين ثمانية وعشرين سفر ستة اتنين وثمانين وعيد الرقم الاتفي سفر ستة ستة سبعين ثمانية عشرين سفر ستة اه اتنين وثمانين اه مرحبا بكم ومرحبا بالاقتراحة ديالكم والاراء ديالكم مريم كتقول لما اتحق علينا والناس خاصة خاصهم يعرفوا واش غا يموتوا شنار اكيد اختي الكريمة يعني اي واحدة كد زاد كد زاد بالاجل دياله وبالرزق دياله وبالتالي فا اه وفاته لا يمكن بتاتا يعني باش اخرها ولو بيتانيا فهاد شي اللي خاصة الناس يعني انها اتطاعد الناس انها خاصة اه تراجع نفسها خاصة تستفدال كتير من دروس يعني من هاد الفواجع اللي ولات مؤخرا يعني وهدي ايضا يعني ربما كي الناس لكي اعتبروها من بين العلامات ديال الساعة فنتمنى من الله تعالى ان يحسن خاتمتنا يا رب ونتمنى لكم ليلة سعيدة على امال اللقاء بكم في لايف اخر ردونتم في رعاة الله و الى اللقاء في فرصة قادمة بحول الله تعالى وبركته